أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى فاكرين لما اتكلمنا هنا في هذا البرنامج وقلت لحضراتكم أن الكابتن عصام الحضري مدارب حراس مرمى منتخابنا الوطني الأولمبي جات له دعوة من الفيفا لحضور كاس العالم وأن ده سبب مشكلة داخل الاتحاد وقتها قلت لحضراتكم أن هم عايزين يخيروا ما بين الاستمرار في منصبه أو الذهاب إلى كاس العالم وقلنا برضه أن الكابتن عصام بيحاول أنه يحل هذا الأمر كابتن عصام مسافر كاس العالم بالمناسبة أنا معه أنه هو يسافر مش ضد يعني أنا ما ليش علاقة بإعصام ولكن أنا ليه علاقة باتحاد كرة القدم هو يعني ليه في الوقت لما تكلمنا عن هذا الأمر من حوالي أسبوعين ولا حاجة كانت المشكلة ويقول لك الناس الحال هم ماشي عصام وفيه اتنين معروضين على اتحاد كرة القدم عشان نجيب غيرهم ايه الكلام ده كله كانتنا عصام ده رجل نجم كبير جدا في عالم كرة القدم ومن حقه أنه هو يسافر بالمناسبة تعالوا وهاتوا وقالوا مثلا أنت ما عندكش حاجة الفترة دي لكن لو عندك حاجة عصام لازم تكون موجود هو ايه اللي بيحصل في اتحاد كرة القدم الحقيقة يعني ليه ده هو ده الفارق ما بين التخطيط السعودي والتخطيط المصري في كرة القدم أو في اتحاد كرة القدم زي ما حضراتكم شايفين اتحاد كرة القدم السعودي أنا آسف أن أنا يعني بحاول أعمل مقارنات لكن ما هو ده الواضح قدامي اتحاد كرة القدم السعودي خططة وجاب مدير فني قال له أنت هتقضل لأربع سنين عشان كده أنا بحي حازم إمام ما أنت حتجنننا عم إسلام يعني بتحيي ولا بتنتقد لا يا فندم خلي بال حضراتكم في خطوة عملت صح فلازم نقول فلازم نقول إن هي خطوة معمولة كويس كابتن حازم إمام أنا سمعته بيقول إن هو حيقض أربع سنين فيتوريا وبالمناسبة فيتوريا مدير فني جيد ما عندناش مشكلة معاه لكن أنا بتكلم على التخطيط بشكل عام ما حدش بقى يطلع يقول لي إيه أصلا إحنا عندنا كتير قوي خمس محترفين طيب ما السعودية عندها تمانية وعندها منتخب زي ما حضراتكم شايفين لو شايفين إن هو منتخب قليل أولو لكن إن أنت تعمل خطوة صحة هنطلع نقول لحضرتك إن أنت عملت خطوة صحة وإن سقفلك على هذه الخطوة على الجانب الآخر كل الخطوات اللي حوالين الخطوة دي خطوات فاشلة باستثناء إن أنا سايب كابتن حازم إمام مع فيتوريا وكابتن محمد بركات مع المنتخب الأولمبي مع روجيرو ميكالي بقيت الخطوات اللي بتحصل كلها هي خطوات خاطئة وواضح إن هي خطوات خاطئة زي ما حضراتكم شايفين الدرب في كلاتنبرجي علشان يمشي خلال الفترة اللي فاتت عشان هو مش على هوا بعض رئيس الاتحاد وبعض أعضاء مجلس دارة الاتحاد وبالتالي لما نيجي نتكلم لا يوجد تخطيط للأربع سنوات القادمة من أسبوعين بس كان بيتقال إيه بيكال لي ماشي عصام وبيفاضل ما بين اتنين يكونوا مكان عصام وتاني يوم قلتلكوا لأ ده المشكلة تحلت وبعدين يعني طلعت قصة كاس العالم مع كابتن عصام وزي ما حضراتكم شايفين هي دي أجواء التخطيط يا رب يكون في حاجة مبشرة بعد ماتش بلجيكا بعد ماتش بلجيكا الرائع منتخب مصر عمل ماتش رائع جدا ليه ما نبنيش عليه ليه ما نبنيش على ما هو قادم قصة مش منتخب أول بس فيه منتخب أولمبي ومنتخب شباب ومنتخب ناشئين حتى الأكاديميات والبراعة أرجو أن تأخذوا بالكم من هذه الأمور وتنظروا إلى التجربة السعودية